اقتحم أعضاء من الكنيسة الصيهوني وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في وقت مبكر من صباح الثلاثة بعد قرار رئيس حكومة الكيان الصيهوني نتنياه السماحة لأعضاء الكنيسة باقتحام المسجد عقب منع دام لأزيد من عام ونصف وتم إقحام الأقصى على دفعتين تحت حماية شرطة الاحتلال يقود الأولى منهم المتطرف الصيهوني وعضو الكنيسة عن حزب الليكود الحاكم يهود غليك رفقة قطيع من المستوطنين يصل عدده إلى 21 أما الدفعة الثانية فكانت بقيادة عضو الكنيسة عن حزب البيت اليهودي شولي معلم رفقة 24 مستوطنا وقد عمدت شرطة الاحتلال إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في محط الأقصى لحماية المقتح من الصهاينة وأجبرت حراس الأقصى على عدم الاقتراب منهم إلا أن عدد من المقدسيين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى رغم التجديدات على بوابه صباحا وحاولوا تصدي للمستوطنين والتكبير في باحات المسجد حسب ما أفادت به وكالة قدس بريس من جهته طالب الشيخ عمر الكسواني مدير شؤون الأقصى طالب العالم الإسلامي بوقفة جدية لدعم المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف والضغط بكل أوراق قوة على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته اليومية بحق الأقصى وشدد الكسواني على أن الاكتحامات اليومية للمتطرفين اليهود وأعضاء الكنيسة التي تتم بقوة السلاح وتحت إشراف وحماية القوات الخاصة الصهيونية لا تعطي أي حق للمقتحمي سواء كان وزيرا أم نائبا إسرائيليا مؤكدا أن الحكومة الصهيونية تعمل على جر المنطقة لتصعيد وتوتر دائمين وأكد مدير شؤون الأقصى أن حكومة الاحتلال لا تمتلك السيطرة على المسجد الذي يتبع للأوقاف الإسلامية والذي هو ملك لجميع المسلمين لافتا إلى أن إعلان نتنياهو السماحة لنواب الكنيسة باكتحام الأقصى يأتي في إطار محاولات تزييف الوعي العالمي بالإيحاء أن دولة الاحتلال هي التي تتحكم في شؤون الأقصى